اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج بالعراقي والتي نناقش فيها اخر مستجدات الانتخابات والحديث المتزايد عن استثمار بعض القوائم الانتخابية للانتصار على داعش كما استثمار الحشد انتخابيا ودعوات المرجعية وبعض الشخصيات الدينية الى عدم توظيف الحرب على داعش في الانتخابات ووجهة النظر القانونية في هذا الاطار اذا المشاهدين استثمار الحشد انتخابيا ومحور حلقة هذا اليوم من برنامج بالعراقي نناقشه مع عظيفنا الكرام الدكتور منال فجان استادة القانون الدولة جامعة مغداد والدكتور عبدالعمير العبودي الكاتب والاعلامي والسيد نجم القصة بالمحلل السياسي اهلا وسهلا بك مضيفنا الكرام خلونا ابدأ من اخر المسجدات حقيقة قضية مقتل السيد قاسم الزبايدي مدير دائرة المالية في الحشد الشعبي ما لفت انتباهي وتتوجه بالسؤال هذا الاستاذ عبدالامير ان الكلمات النعي والتأبين لهذه الشخصية لم يرد فيها اتهاما واضحا لجهات ارهابية مثلا لا بل بعضهم يقول طالة يد الغدر والاسم حسب ما قاله زعيم تيار الصدري ما يشير ربما او يفهم او يقرأ بشكل انه هناك جهة داخلية هي المتورطة بعملية الاختيال انت ما رأيك اول مرة بهذا المستجد شكرا لكم وبضيوفكم الكرام شكرا لأخوة المشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم يعني اولا لا بد لي من ان يعزي باستشهاد الاخقاس الضعيف واعتقد ان الذين قتلوا اين كانوا هم بالتالي قتلوا هذه الشخصية هم بالتالي ليسوا لا ينتمون بدرجة من الدرجات الى الانسانية ولا حتى الى اي منطق من اي حواضن المنطق على مستويات متعددة انا بالحقيقة هنا لا بد لي ان اقول ان قتل شخصية بهذه الطريقة يعني اذا ما قرأنا النص نحنه كما تحدثنا قبل قليل ممكن ان يقرأ بطرق متعددة الذين شوف تتلاحظ الان الكتابات التي كتبت بالنعي هي بالتالي تتسق تساقا واضحا مع ما سبق عملية الاختيال يعني الذي يذهب بهذا الاتجاه باتجاه المناوء للحشد مثلا على سبيل المثال يوحي لك من بعيد او من قريب بان الذي قام بتصفيته هو بالتالي قريب او بعيد ايضا من الحشد والاخرون ايضا كذلك حتى اني مثلا يعني قرأت ما كتبه الحشد ايضا كان منطقيا بخصوص ان الذين قاموا بعملية الاغتيال قاموا بسرقة البيت المسوغات الذهبية وقاموا ايضا بقتل المجني عليه في داخل بيته الامر الذي يؤكد ان الذي او الهدف الرئيس من قتله هو يعني مسألة جنائية في غير هذا ايضا لا يشير هذا لقضية انه ممكن تستثمر هذه القضية الجنائية لحد التغطية على الجانب السياسي ممكن طبعا لا يعني نحن ملان نتحدث بهذا انا اقول الان الذين جاءوا ليقتالون ان كانوا على مستوى لديهم الراحة النفسية لنقول هكذا لديهم القدرة على التجول ببغداد لديهم القدرة على قتل الشخصية في اي مكان ووقت شاءوا هؤلاء ايضا قادرون على ان يأتوا بطريقة افضل من ان تجاؤوا بها يعني يقتل بطريقة افضل يعني لا تحيل للاخر يعني بالضبط وكالقاتل الذي يقتل ثم بعد ذلك يضع السكين التي قتل بها وعليها اسمه هذا كلام غير منطقي الذي يقتل عليه ان يخبئ نفسه مثلا ان يقتل بطريقة بعيدة وبالتالي متاح لكل الذين تهموا بقتل الاخ الشهيد ان يقتل بطريقة على الاقل يعني ترقى الى مستوى الفصيل المتهم به هذا من جهة من جهة ثانية تعال وقرأ انت ما كتب من نعي بهذا الموضوع ترى انه ايضا يعني كله سياسة يعني لا شيء في النعي يذهب الى موضوع الانسانية يعني كان توظيف النعي اصلا كان سياسيا كما كان قتل المجني عليه ربما في ابعاد كثيرة سياسيا هو الاخر اكيد لاحظت انه قضية الاسماء الوهمية وانه هو كان ضدها اكيد سمعت بهذا الشيء نعم اعرف هذا طبعا الاسماء الوهمية بل الحسابات المتراكمة عدم تصفية الحسابات المتراكمة ولذا فلو قيل لي مثلا قلت حدثناك بطريقة اكثر واقعية يعني انا لو كنت مثلا امثل الحجد الشعبي الان وان الحجد متهم باسماء وهمية ومتهم بارقام فلكية كبيرة متراكمة غير مصفات فلا يمكنني اذهب الى قاسم ضعيف ليقتله لادل الاخرين على اني قمت بذلك يعني الان اي ساذج ممكن بالشارع تقول لي انه هو الله فلان هو لازم عليك لزمة فاذا قتل فانت متهم به الكلام يحتاج لعمق يعني لذلك الذين قاموا اما ان يكون هذه ضربة معلم كما يقال وفعلا جاءت بوقتها الحقيقي والقوي وقبيل الانتخابات بقليل لما لم يقتل قبل ذلك ما هو الحجد كان متهما بالقوائم الاسماء الوهمية والارقام الفلكية منذ اكثر من سنتين وثلاث سنوات لما الآن وقبيل الانتخابات بعشرة ايام يعني خلصا لما الآن استاذ نجم كيف تقرأ خقيقة دلالات هذا عملية الاختيالة تصفية هذه الشخصية يعني شكرا لك استاذ احمد ودكتور مران ودكتور عبد الامير وكل متابعيكم الكرام معلم اتقادي يعني تعلمنا الاختيالات تزداد والاعتقالات وحتى التهم الكيدية قبل الانتخابات بأيام أو بأسابيع معتقادي يعني تصفية الشهيد قاسم وراها دواعي سياسية ومالية لأن أغلب السياسين ليس كمراقبين فقط وحتى المواطنين تم توجيه تهم لبعض قادة الفصائل الحجي الشعبي طبعا الحجي الشعبي بالناسبة وليس شيعي فقط وإنما هناك حجي الشعبي سني وكردي وحتى يزيدي ومسيحي والدليل على ذلك بأن اليوم الأغلب من هذه الفصائل هي نزلت في انتخابات وكثير من أقلقها هذه المشاركة والمساهمة في الانتخابات بعدم استغلال واستثمار أولا اسم الحجي الشعبي وحتى الدماء التي سالت لمحاربة تنظيم داعش أكثر من أربع السنوات الأمر الآخر هذه التصفية حتى رئيس الوزراء قبل ساعات تحدث الدكتور العبادي بأن الأسماء الفضائيين والأموال اللي ربما سرقت من بعض القادة في الفصائل لا نقول كل الفصائل كثير من الفصائل وكثير من القادة قاتلوا وفعلا ضحوا بما موجود من أجل الدفاع عن العراق والعراقيين أنا أعتقد دواعي سياسية وأسباب مالية بعدم فضح المفسدين الذين استغلوا مع الأسف الشديد استغلوا بعض البسطاء وبعض الأسماء الوهمية التي تحدث فيها رئيس الوزراء وتحدث بها سيد الصدر وتحدث كثير من الزعامات السياسية والدينية وحتى الاجتماعية والثقافية طيب عدم اتهام جهات إرهابية مثلا لم أجد اتهاما واحدا للجهة خارجية بهذا الاغتيال أتكيد حضرتك لاحظت هذا في كل هذه التصريحات أمام من كلها من المرجعية إلى بعض خادرة الفصائل يعني عندما عندما تقوم الجهات الخارجية أو الإرهابية تتحدث بكل صراحة لا تتخوف نعم تعلنها بشكل مباشر وواضح تتحدث بأننا قمنا بهذا العمل لحد هذه اللحظة وحتى في الأيام المقبلة أتصور لم يكن وراءها جهات خارجية وإنما جهات داخلية لأن عملية الجريمة وسرقة الذهب والمجوهرات والكلمات التي تحدثت بها هذه العصابة أعتقد أرادت أن تبعد القضية من الجانب أو الجنبة السياسية إلى الجنبة الجنائية حتى تظل للشارع العراقي لكن نحن نعول على المجلس القضاء وعلى وزارة الداخلية أن تدقق وتحقق أن لا تكون هذه الجريمة إسوة بالصحفيين التي طيلت في السنوات الماضية وكذلك الإعلاميين والسياسيين لأن المواطن اليوم عندما يسمع شكلت لجنة حقيقية بالتأكيد معناها تسويف تسويف يعني الدليع على ذلك سقطت مدن لا سقطت مدن وتم تهريب مجرمين من سجنة بغرب ومن تسفيرات تكريك وبغداد لم نسمع من هو المدان حقيقة والمواطن اليوم يظلل تارة تجد جهة سياسية تستغل لربما المجاهدين أو المتطوعين أو المواطنين البصر أنا أتصور هذه الجريمة أستاذ أحمد وأجيب وأكرر سياسية مالية أرادت أن تعطي رسالة بأننا الأقوى في هذه المرحلة والمراحل المقبلة طيب ستمنى المعرف كيف قرأتك لهذا الحدث وأيضا معرف أنت شاركت في انتخابات سابقة هل تمت حوادث من هذا النوع استهداف شخصي لشخصيات بهذا الوزن يعني بسم الله الرحمن الرحيم أولا تحية لحضرتك وتحية للضيفين الكريمين والجمهور المشاهد العزيز أولا الكلام عن الاستهدافات هو أمر ليس غريبا على الساحة العراقية منذ عام 2003 إلى هذه اللحظة أنه نحن نجز كثير من الدماء العراقية تسجيل يومين حتى أصبح بات الأمر لدينا وكأنما أشبه بالمعتادين عليه ولم يصبح يشكل لنا فرقا في ذلك سواء وصلنا إلى نتيجة أم لم نصل سواء تم التحقيق أم لم يكن سواء وصلنا إلى الجنات أم لم نصل فلذلك الموضوع ليس غريبا على الساحة أما تزامن وجود اغتيالات أثناء الانتخابات نعم حصلت حصلت هناك الكثير من عمليات الاغتيالات في المراحل السابقة والانتخابات السابقة كذلك والتي سبقتها كذلك أنه هناك عملية استهداف لبعض الشخصيات مثلا وعلى القرى من المرشحين ويتم استهدافهم لكن لم يتم استهداف مرشحة امرأة لا أعتقد لا تم استهداف مرشحة امرأة من 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 اللي كانت شاسمها الجبهة اللي كانت تضم التوافق في اسمها ديبة الحوار لا عفوا لا غريب ليس الحوار وإنما شاسمها موحدون شاسمها اي متحدون عفوا عفوا حسنتي متحدون تم استهداف أحد النساء وأعتقد كذلك في محافظة صلاح دين بالذات تم استهدافه وتم قتلهم الستهداف صار أخلاقي ما شاء الله من سياسي ممكن أخفت شوية عن نسوان أن القتل الرجال انكتلون والنسوان انفط لا ليس أخف بل هذا أشد وطأ وهذا دليل على انعدام المعايير والقيم الاجتماعية في المجتمع العراقي هذا دليل على تدنيها أنا بس أريد أسأل هذه القضية عندما تتم بهذه الطريقة اللا أخلاقية هل تتم بموافقة رئيس الكتلة مثلا زعيم الكتلة معقول لما يعرف منه هذا اللي يسو هذه الفيديوهات لا يعني ليس بالضرورة يعني ليس بالضرورة أن يكون الجاني معروفا يعني الجاني أحيانا قد يكون منافسا الجاني أحيانا قد يكون مشاهدا ما لا علاقة يعني ليس حتى منافسا يعني هناك قيم قيم اجتماعية تدنت في المجتمع العراقي للأسف الشديد وكثير من يدعي التديون كثير من يدعي الالتزام الأخلاقي كثير من يدعي الالتزام الإنساني هناك قتل جسدي وهناك قتل معنوي معنوي طبعا والقتل معنوي أشهد من القتل الجسدي بكثير بكثير فدرجى إلى موضوعنا يعني أن يكون هناك تزامن القتولات في ساحة الانتخابية هذا معروف لدينا لكن يعني فيما يتعلق هذه الجهات متنفذة لا يمكن أن يكون شخص أكيد مشخص واحد سيارة أكيد مضللة أنواع أسلحة أكيد يعني ما أعرف شو المرة تضمن هذه السيطرات هذا ما يوحب أنه لو لأنها جهة متنفذة لربما لم يحصل هذا مو شرط تكون متنفذة أولا يعني من خلال ما عايشنا في الواقع السيارات مضللة ما أسهلها وهناك الكثير من المواطني العادي وسياراتهم مضللة أما السلاح فهو متشر في الساحة العراقية في المجتمع العراقي كلهم مسلح ما يكون ناكبية عفوا يعني موجود هذا السلاح ما أداة الجريمية بالأخناص يعني ما البردقية يعني لم تطلق عليه أطلاقها نعم نعم السلاح موجود لدى الجميع وبعلم الدولة الكل متسلح يعني إذا كان مثلا شيخ عشيرة هو وأبناء وكذلك لديه حماية مسلحون بأمر الدولة بل الدولة اللي يعطتهم سلاح أما فيما يتعلق بالباجات فباجات تطلع من الدولة يعني مثلا للشيخ العشيرة طالعي لباج ولأعوان باج من غير الباجات المزورة التي تعبر على الموجود بالسيطرة لأنه إنسان غير متدري وغير عارف كذلك بأصول الباجات أنه سواء كانت حقيقية أو حقيقية نتيجة تغيير الباجات بالصورة مستمرة نحيك يعني تمر بالخطوط الرسمية للدولة ينبغى أن يكون هناك الدعاء الدعاء عام هو الذي يحرك الدعوة لن تنسى القضاء ليس هي الجهة المعنية بتحرك الدعوة نحن ما عندنا قضاء هو من يحرك الدعوة للدعاء العام هو الذي يحرك الدعوة في حال حرك هذا واحد الثاني ينبغى أن يكون هناك مدعي بالحق الشخصي أو بالحق العام وهذه الجهات المعنية لن يخبر أنا ختم تزور وعليها أن أرفع دعوة على فلان وفلان وفلان هذا ما موجود بالدهل العراقية كل الأمور لدينا خضاعة المساومات السياسية حتى باتت الدولة بهذا الشكل الهزيل الذي لا يمكن أن تصل به إلى نتيجة لذلك الكل يتخوف ليس غريب أن نجد مثلا عن جهة كل متنفذة هي التي استهدفت هذه الشخصية أو غير من الشخصيات ليس بعيد على الإطلاق ليس جهة لها ثقول بل أنه جهة عصابات إجرامية وتريد أن تخلط الأوراق وهذا حصل حصلت كثير من الأحيام لدينا عصابة لذلك أنا أعتقد أنه مو مهم مو مهم من هو الجاني يعني بالنسبة لي المهم أنه لدينا دماء تنزف يوميا بلا نتيجة بلا عقاب وهو هذا الذي يجعل الدولة تتداعى يوم وبعد آخر طيب أنا بعدين أرجع على قضية استخدام الحشيد واستخدام الانتصار على داعش في الحرب على داعش على الإرهاب انتخابيا ولكن بعد هذه الوقفة الأولى مشاهدنا أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من البرنامج وحديثنا متواصل بالصدى استخدام الحشد وستثماره انتخابيين وأبقى بعد حدث المقتل السيد قاسم زبيدي مدير دارة المالية في الحشد الشعبي وأريد أستمر بها قبل أن أسأل عن قضية كيفية استخدام أو المواقف من استخدام الحشد الشعبي لغاليات انتخابية الحشد كان آخر شي يتوقع بأنه استهدف أحد أفراده يعني بصراحة هو يخوف ما معقول أروح لي على جهة هي جهة مسلحة ممثل أحزاب أخرى جزء ما يعيد أفصيل مسلح فالتجرع على مواجهة على الاستهداف الشخصية بالحشد ما أعتقد يستخدم من خارج الحشد قد يكون كما يرد البعض أن يكون هناك اتهام في ساحة الاشتباه الجميع في ساحة الاشتباه قلت لك أحيانا كثيرا أنه الكل باستطاعتها يدعي القوة يعني تقول أنه فس الحشد يعني من مننا لا يستطيع أن يدعي أنه في الحشد من كل الجميع باستطاعتها يدعي أنه الحشد عند سلاح ويلبس عسكري وباجات موجودة يقدر إذا لا أحد لا اشترها يقدر يزورها ولذلك يصير خوف حتى لك كان هذا رجل عصابة ومجرم هو هذا الذي خوف عندنا بالدولة هو هذا الذي خوف لذلك يقول من هو المشتبه يقول الجميع مشتبه بما فيها المنظومة الاجتماعية مشتبهة كلها مشتبهة على أنها تمارس هذا القتل ولذلك دليل كيف لنا لا نستطيع أن نصل إلى من هو الجاني وإذا وصلنا إلى كما يحدث في الكثير من اللجان التحقيقية التي تكون على مستوى عالي داخل الدولة العراقية حتى لو وصلنا إلى الجاني أو المتورط لماذا إذا لا نستطيع أن نحاسبه ما حد نقابي على أن نحاسب يعني الدولة أصبحت في طرف ضعيف مقابل قوة هذه القوة متوزعة ما بين عشائر ما بين من هذه الأمور طيب ما يعني لك شيء أنه التصريحات المسجعية بخصوص عدم استثمار الحشد انتخابيا وتعرفين هذه الدعوات صدرت حتى من السيد مقتدى الصدر غيرها والرد البعض يقول أنه يا جماعة أنتم كل واحد يفتخر بأنه عنده تاريخ نظالي لماذا حرام علينا أنه نقول لدينا ضحايا وشهداء في العمليات ضد الإرهاب وأنتم حلال عليكم تقولون نحن حزب عريق مؤسس قدمنا ضحايا وقدمنا كذا لماذا حقا ليس سيد دي الإعدار من يقول هذا الكلام لماذا حرام علينا هذا الكلام ينبغى أن يفصل إلى محورين أولا أن يكون عدم عدم إدخال مؤسسة حكومية خلي دحت المؤسسة الحكومية مؤسسة الدولة جواها أربع خطوط في موضوع الانتخابات وهذا شيء دستوري يعني ليس فقط مؤسسة الحشد على اعتبار أن مؤسسة الحشد أصبحت مؤسسة للدولة العراقية وبإطار الرسمي لنعيدها قانون وأصبحت جزء من المنظومة الدفاعية للدولة العراقية لذلك الكلام ومن ضمنها كلام المرجعية وهو كلام سديد كل الكلام المرجعية هو ذاته الذي نقوله نحن كمراقبين كسياسيين كجامعين كأساتذة إنه هذا كلام بستوري على اعتبار ليس فقط الحشد الشعبي كل مؤسسة الدولة ينبغي ماذا أن لا تجير أو لا تسخر أو لا يستنفع منها في عملية الانتخابات التي هي عملية أنه ننزال الناخ يدخل إلى المجتمع وهذا ينطبق على كل الهيئات هذا واحد الشيء الآخر أن يكون لدى الجهات تريد أن تقول أنا فعلت كذا وكذا هذا من حقها كما هو معمول ذقية الجهات أعني لك مثل أحضر لك مثل السلطة التشريعية بما فيها عظم الجلس النواب ورئيسه السلطة التفيذية بما فيها رئيس الوزراء والوزراء كذلك السلطات الأخرى والجهات المعنية الأخرى رئيس بنك ووزير أي أن كان رئيس هيئة إذا رشح بما فيها وزير الدفاع والمنتمين والقادة العسكريين اللي هو ممنوع عليهم أن يرشحون والقانون فسح لهم مجال بأن يقدم استقالة مشروطة صحيح إنه في حال فزد أنا استقالة تكون معمولة وإذا أرجع إلى منظومتي كلهم عند الترويج لأنفسهم يقولون نحن عملنا كذا شارعنا القانون كذا حاسبنا كذا فعلنا كذا بنينا المجمع الفئاتي وحررنا منطقة هذا من حقا عملية الترويج من حقا عملية استثمار المؤسسة كمؤسسة من حيث مصروفها المالي من حيث استخدام الكوادر البشرية بها للدعاية الانتخابية معنى أنه أنا قائد في الحجد الشعبي وأسخر كل جنود اللي كانوا جوائيدي في الفصيل الحجدي حتى أسولي الدعاية الانتخابية هذا ممنوع من الجهة القانونية وهذا ممنوع عقلا على اعتبار ماذا نريد أن نحقق الكفاءة والعدالة أنا أهم كذلك إنسان مضاحية بس أنا مقيادي أنا جندي في الحجد الشعبي فما عندي إمكانية لا أستخدم المال للحجد هذا يحقق العدالة الاجتماعية إذا قلنا أما إذا يريد يقول أنا رحيت وقاتلت وجاهدت ودفعت دم هذا من حقا كما يقول أنا بنيت وحراريت وشرعت كما يقول أنه أنا حافظت على النظام العام أنا حسبت الجهل فلان إذا كان جرق هذا حقا فلذلك الكلام لن يكون بمحورين المحور الأول محرم على اعتبار جزء من العدالة والتكافل الاجتماعي هذا واحد وهو قانون ممنوع وجزء آخر بالنسبة للترويج وأنا من حقا أقول أنا هذا اللي يسوي خلت سأل أستاذ عبداليمير ماذا تعني هذه الدعوات بعاد الحشد عن السياسة طيب كل فصائل الحشد قدمت رموزها السياسية وصائح لولا من هو هذا العمل رئيس منظمة بدر لقاتلة الإرهاب يعني تقصد من هو الذي يقول بعاد الحشد عن السياسة هالتصريحات التي صادر من بعض الزعماء نعم طبعا لا يأخذ بها الحشد شوفوا طبعا كفة توضيح كنا وابح لحضراتكم يبدو ثمة تلبس بالموضوع الحشد ليس يعني هو هذه المؤسسة الأوحدية التي ألحقت برأسة الوزراء الحشد فيه جسم هذا الجسم الحشدي الآن مقاتب ولا ينتمي بحال من الأحوال أصلا يعني يوجد مقاتلون أسسوا قبل الحشد وهم على ضوء على ضوء تأسيسهم الأول كان التحق بهم من الناس الذين جاءوا تلبية لنداء المرجعية فالتحقوا بهم فتشكل الحشد الشعبي والحشد بالتالي الآن الذين التحقوا بالدولة العراقية الذين شملهم هذا القانون هم بالتالي الأكثرية من أبناء الحشد الشعبي الذين لم يلتحقوا بالدولة العراقية من أبناء الحشد الشعبي وقادته التي تفضلت بهم هؤلاء ليسوا مسجلين بالدولة العراقية هؤلاء أيضا لا يتقاضوا الرواتب من الدولة العراقية هؤلاء ناس مستقلون قاتلوا الأمريكان قاتلوا الديكتاتورية فيما سبق وبعد ذلك قاتلوا دواعش وهم الآن لا يتعلق أمرهم فإن جاءوا بأبنائهم الذين يسخرونهم لخدمة مشروعهم والانتخاب بهم بذلك لا يخرقون قانونا ولا يتعدون على شيء من الدولة العراقية يعني مثلا استخدام صور شهداء هذا واحد هذا الموضوع الآخر صور وفيديوهات المعارك نعم هذا استغلال هذا واحد أنا تكلمت عن موضوع آخر الموضوع هذا أنا بالحقيقة لا أجد مبررا كافيا أن يمنع الحشد من أن يفتخروا بشهدائهم يعني وين المشكلة حتى الأنبياء افتخروا بشهدائهم بل حتى الثورات التي ألحقت بالإمام الحسين كانت تفتخر بالإمام الحسين وكانت تأخذ منه أنموذجا أنا لست مع الذين يقولون يجب أن لا يفتخر بالشهداء وأن لا يفتخر بالجرحة وأن لا يفتخر بمنجزات الحجد الشعبي الحجد الشعبي تالي قدم أنموذج قل نظيره وما زلت عند فكرة الأولى التي كنت قلتها ربما لحضرتك أني أعتقد أن المجز الأهم والأشرف الذي توصل عد 2003 هو الحجد الشعبي ولذلك يفتخر بأبنائه وشهدائه ويفتخر بجرحاه وبالتالي العملية نحن نريد أن نقدم هكذا يقولونهم الحجديون نحن نريد أن نقدم للناس نموذج العدالة نموذج النظافة والطهارة والنقاء ونحن قدمنا الأبناء وقدمنا الشهداء فمن باب أولى من يقدم النفس ويقدم الدماء أن يقدم النزاهة ويقدم حتى عندما يصر الاستحاب أو قادة أو زعماء من قائمة فتح مثلا سيد هذا العامل ولم نقاتل من أجل الانتخابات ولا نريد من أحد أن يجازينا على الجهود التي تبذلناها وما يريد أن أحد يعطينا رأيه بالحجد الشعبي لأن الحجد شعبي ونحن مشروع أخ صحيح هذا كلام كيف تقول أفكرك في الجزئية الأولى بين الامتداد العسكري للحشد وإطار السياسي لا في الجزئية الأولى تتذكر جيدا حضرتك تال عن بغداد وحموا بغداد وباقي محافظات العراق كانوا يفكرون بالانتخابات تريد أن تقول يعني معقولة هل معنى هذا أن الذين قدموا دماءهم وقاتلوا وحرروا الأرض العراقية وحرروا كل شيء في العراق هل معنى هؤلاء كانوا يفكرون بأن يرجعوا إلى بغداد في يوم من الأيام ثم بعد ذلك يوظفون تضحياتهم هذه لصالح الحشد هذا كلام غير منطقي قصد لصالح السياسي غير منطقي الآن وقد سكتت المدافع ووضعت الحرب أوزارها يقولون يا جماعة نحن نحن البدريون قالوا ذلك في معركة بدر وافتخروا وافتخروا ونحن كذا وكذا نحن الآن يقولون ابناء الحشد نحن من قاتل ودافع حين لادى الآخرون هرب الآخرون صمت الآخرون سكت الآخرون نحن من قاتل هذا ما يقال يعني ليس بالضرورة أن أوظف الحشد والشهداء لصالح العملية الديمقراطية أو العملية الانتخابية يعني ليس دقيق لكن لا أستطيع أن أقطع نفسي أن أجزئ نفسي أن أبتر نفسي تاريخ كله أرمي به بعرض البحار بعد ذلك أقول لكم والله أنا فلان بن فلان ليس لي تاريخ ولا أنتمي لأحد فانتخبوني هذا كلام غير منطقي الحقيقة لا يمكن أن أتفق مع أحد به بخصوص موضوع كون الجزئية الأخرى عذرا نعم باختصار الموضوع السياسي في الحشد ما أنا قلت لك قبل قليل الحشد بالتالي لمن يبدو لواعي الموضوع يعني حين يذهب والآن مثلا الذين التحقوا بالمنظومة الأمنية العراقية منظومة الأمنية للحكومة العراقية هؤلاء حشديون لكن تستطيع أن تدلني على مرشح واحد من هؤلاء رشح نفسه مثلا لا يوجد ولا واحد مقاتلون نعم هذا التحقوا أما الآخرون نعم حتى في لبنان مثلا كتلة الوفاء للمقاومة الساد نجم هي لم يرشح عسكريين ولا قادم ميدانيين وربما في العراق وقال لا قدموا قادم ميدانيين يعني شو بأستاذ أحمد في العراق ما على الأسف يعني لو رجعنا قبل 2003 في فترة صدام يعني كثير من العراقيين خرجوا من العراق إلى أوروبا أما لربما فشل نفسي فشل اجتماعي فشل في الدراسة أو هرب من الخدمة العسكرية حتى لا يشارك في المعركة بالنتيجة أصبح كلهم معارضين وبعد سقوص صدام حسين بدأت النظرة لأهل الداخل شيء وللخارج شيء آخر وحتى المناصب التي يونيطيت منذ 2003 إلى هذه اللحظة يمكن 90% كأنما هم الذين أسقطوا صدام حسين وحملوا منة على الناس اليوم في الحجد الشعبي الكل حتى المشاهدين الآن تابعونا وحضراتكم كثير من الشكل وفصائل والبعض منهم كانوا يعلمون الناس على صنع العبوات لقتل الشيعي والسني والمسيحي والمسلم وغير المسلم أصبح هذا عدة فصيل ومو بس هو هو وابنه وبنته والآن بدأوا يزايدون على دماء الناس دماء الفقراء هل هذا ممكن؟ كنت عرفت أستاذ أحمد وكل المشاهدين يعرفه هذا غير ممكن مع ترشيح شخصيات قاتل التنظيم داعش لكن المرجعية لو تدرك أو اقتنع بأن من يمثل المشهد أو المفاهيم السياسية سينجح في الفترة المنقبلة كان على الأقل نزف بقائمة تدعم هذه القائمة وكثير من الفصائل التي كانت تمثل المرجعية حقيقتين وأنه حيي كل الفصائل لم تنزل كذلك حتى السنة هذا التصريح أمر فرقة العباس القتالية تابع قريب المقرب المرجعية ميثم الزيدي يقول هناك بعض السياسيين يريدون أن يوظفوا الحج الشعبي لما أريدهم الضيق أو هؤلاء يمثلون صورة واضحة لعصيان أمر المرجعية والدستور هذا كلام وكلام الثاني السيد الحكيم عمار حكيم عند تفصيل قاتل تنظيم داعش السيد الصدر سرايس السلام لم يتحدثون في البرنامج الانتخابي ما قاتلوا هؤلاء تنظيم داعش أنزل برنامج الانتخابي مدني على الأقل إذا تهمت هذه الفصائل بعد طبعا بالتأكيد هذه الفصائل ستحصل على مقاعد برلمانية وبعض البقاعد سيحصلون على مناصب تنفيذية وزارات وسطين مشاجرات وسقاطات وخلافات بينهم بالنتيجة اليوم داخل هذا البرلمان أليس تم استجواب بعض الوزراء الذين يمثلون الإسلام السياسي يمثلون بعض الفصائل التي قاتلها تنظيم داعش واتهمت هذه الشخصيات بالفساد الأخلاقي والمالي وعدم تقديم خدمات للناس بالنتيجة ستنعكس سلبا على الفصائل التي قاتلت تنظيمها تأييد الفكرة التي تقول أن الدخولهم في الدعالم السياسي قد يلوث الصورة النقية بتأكيد استاذ أحمد اليوم وهذه الحكومة هذه الحكومات السابقة الناس ممتعظة من كل الوجوه القديمة التي أصبحت في السلطة التشريعية والتنفيذية أنت ليش اليوم تلطخ أو تشوه سمعة الحشد الشعبي أنا مع مع النزول في العمل السياسي لكن ليس بشعارات انتخابية تمثل الشهداء والجرحة وكذلك المقاتلين في الحاجد الشعبي أنا أعتقد مع الأسف الشديد اليوم الناس وحتى الناس تنتظر يوم الجمعة تنتظر توصيات والخارطة التي ترسمها المرجعية الرشيدة سواء على لسان الشيخ المهدي أو السيد الصافي حتى تعرف وتدرك حتى لا نكون في مناكفات ونجعل الحج الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للقائد العام لقوات المساعدة أكمل ذات حقيقة هذا المحور ولكن بعد هذه الوقفة الإخبارية مشاهدين أهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من البرنامج وحديثنا متواصل بالصدد استثمار بعض القوائم الانتخابية الحج الشعبي لأضراض وغايات انتخابية أو قوائم ساد نجم أنت قلت بأنه قد زجهم في العملية السياسية قد يشوه صورة الحج الشعبي باعتبار أنه صورة السياسية الآن هي صورة سلبية منتفع مستفيد فاسد إلى آخره يعني في بعض مناحية طبعا وليس على الجميع لكن أنا مو من حق ابن الحشد يقول لك أنا عندي شهداء وعند جرحة وقتلة ومصابين لحد الآن لم يحصلوا حتى على علاج بعضهم ليش بتحرمني من أنه أنا أجعل أظمن حقوق هؤلاء الناس اللي أما ضحوا بالكامل بين فوق قدوا حياتهم أو أنهم الآن معاقين لا شو بستحر السؤالك شيء والجواب كل المكونات والقوميات مع الحج الشعبي ومع كل الابتيازات التي يستحقونها وفق القانون العراقي وحقيقة عندما أصبح الحج الشعبي وفق قانون صوت عليه البرلمان العراقي فرح الشعب العراقي لأن هؤلاء أسوة بالمقاتلين في الشرطة والجيش أي داقلية والدفاع لكن الأمر الآخر هل أن الحج الشعبي أنا أقول القيادات لا أقول المقاتلين أكون فرق بين بعض القيادات الذين ولا أهم وانتماءهم ليس لصاحب الفتوى في النجف لأشرف السيد على السستاني هؤلاء هل يمتثلون لقوانين والقرارات التي تزدود من مكتب القادة العام للقوات المسلحة أنا أقول لك كلا لربما يمتثلون لأوامر خارج العراق من قيادات أو شخصيات دينية أو سياسية الأمر الآخر أستاذ أحمد أنا أقول اليوم الحج الشعبي حقق انتصارات للعراق وأنقل صورة إيجابية بأن هؤلاء فعلا قاتلوا لكن ليس بامتيازات مستقبلية سياسية أقول لقطة أخرى هل أن بعض القيادات في الحج الشعبي أليس تبوأوا مناصب تنفيذية كوزير أو وكيل وزير بالله عليك نجحوا بإدارة تلك الوزارات لو اتهموا في الفساد أنا اليوم ليش أجيب الشبهات والشك على نفسي أو على مقاتلين الحج الشعبي أنا أقول أتمنى من القيادات الحج الشعبي أن ترفع برامج انتخابية تقديم الخدمات للناس دفاع عن الفقراء دفاع عن حقوق المقاتلين عن الجرحة أفضل بكثير مما أنزل وأرفع صور الشهداء والجرحة والدليل على ذلك كثير من القيادات التي لها فصائل قاتلت لم تدخل هذا الطريق لأن هذا الطريق حقيقة فيه شبهات وفيه اتهامات من قبل الناس نعم طيب أنا أسأل سيد دكتور أمان الخوف هو حقيقة من خشيتهم على خشية أبناء الحج الشعبي أو رموز الحج الشعبي سياسيا من أن يحصلوا أصوات كبيرة هذا لا يحتاج توقعات هائلة كل عائلة فقدت ابنها في الحرب على داعش في الحج الشعبي ستنتخب جماعة الحج الشعبي كل واحد عنده مصاب والآن معاقوة ستنتخب الحج الشعبي فكل الخوف ونحصلهم على أصوات كثيرة أصوات مضمونة أنا أقصد جاهزة لأنه عدد معوائل هؤلاء الناس خالوا لك فالشيء هو الكلام عن أنه ليس بالضرورة من نزل إلى ساحات القتال سواء كان داخل القوات الأمنية العراقية أو ضمن الحج الشعبي أن يكون ناجحا في الميادين الأخرى وهو الواقع يثبت خلاف ذلك كثيرين مما كانوا سابقا في زمن النظام من المقاتلين سواء كانوا بالأهوار أو في القوات الأخرى التي قاتلت النظام لكنهم كانوا جدا فاشلين بالسلطة التشريعية وأكثر فاشلا في السلطة التنفيذية لذلك ليس كل من دخل إلى ميدان ما يعتقد نفسه هو ناجح في الميدان الآخر كل ميدان كل ساحة كل سلطة هي تحتاج إلى كفاءات معينة هي تتطلبها مكفاءة تتقول أنا لدي الكفاءات لا كفاءات المكان الذي يتطلبه ذلك المكان ولذلك إذا كان الموضوع كل من نجح في شيء ما الطبيب ينجح في المستشفى ليس من ضرور يكون ناجح في السلطة التشريعية أو تنفيذية أو قضايا ليس من ضرور على العكس من ذلك لذلك نحن نقول متى ما وصلنا إلى مرحلة نقول بأن الشروط التي تطلبها المكاذي الآتي هذه وهي لا تنطبق على ذات الشخص ناهيك على المسألة الثانية أنه من قال بأن الذي يدعي تمتيج جهة إمام هو الذي سيدافع عن حقوقها في السلطة التشريعية من قال مع العكس من ذلك ما وجدنا هذا يقول لك حتى حصلنا منتيازات حقوق لمقاتلين يعني تعرفين الإشكاليات التي صارت وصلت إلى مقصنة بعضهم يرفض وبعضهم ما يوافق وقال وإذا نحن بالسلطة التشريعية وبالعافية بالقوة يلا حصلنا حقوق المقاتلين لذلك نحن نقول نقول الآتي نحن سنبقى في هذه المشكلة ومن أزمة إلى أخرى ما دام بأن الأمور دائما متسيبة وعائمة في الدول العراقية وجزء من عداها هي موضوع الحجد الشعبي طيب هسان إذا أريد قارن قضيتين حضرت شرطي إليها بشكل سريع أنه أنا كنت مقاتل في الجيش العراق من حقي أنا أستثمر الانتصار على داعش بالحرب مثل ما حتى يسوها جماعة قائمة النصر الآن أيضا تستثمر هذا القضية وتستثمر قضية الانتصار على داعش بانتخابية لماذا يلام هذا الطرف ولا يلام الطرف الأخرى هو هذا كثير من القادة المتمين إلى وزارة الدفاع العراقية من القادة بمختلف القوائم حتى رئيس الوزراء الحالي هو ليس القائد عن القوات المسلحة ما إحنا هذا قلناها قلناها لكل من حقه أن يفتخر لكن أنا أنا اللي أقوله هل بالإمكان أنه نقول من ينجح في ميدان ينجح بالضرورة في مكان السلطة لا هل بالضروري من يدعي تنثيل جهة المعينة وطبعا أنا مع وجهة النظر التي تقول ليس من حق أحد أن يدعي توثيل أي أحد ليس من حق ذلك يعني مثلا إذا أنا فقدت إنسان وعند معوقين من يقول أنا أمثل منال اللي هي مثكولة مثلا من يقول مثلها ما أحد يمثلهم لذلك نحن نقول بأنه يبقى هذا الموضوع في محل جدل وهذا الجدل واصل إلى مرحلة يعني مو فقط هو جدل رسمي وجدل سياسي وجدل ديني ما دمنا نقاع نحن في هذه الأمور العائمة في الدول العراقية متى يكون تجاوز هذا الشيء قانونا يعتبر تجاوزا انتخابيا وين بالضبط وين بالضبط عندما تستثمر أموال الحجد الشعبي اللي دعتك الانتخابية عندما تستخدم الرجال المعنيين المعينين على الحجد الشعبي ولا يأخذون رواتبهم من ميزانة الدولة كل حجد أنا قصده حتى قائد العام قوات المسلح قال الآن أنت تسافر من أموال الدولة ومن أموال في المحور في المحور أنا قلت لحضرتك كما هو في كل السلطات والهيئات والوزارات معني معنيين هم بالمنع القانوني من استثمار واستغلال المكان والوزارة والهيئة سواء كان ماليا أو إداريا أو موارد بشرية للدعاء الانتخابية وهذا معني نقول هنا يبقى الحجد الشعبي مثالا للجدر طبعا لا يفهم المشاهد أن يقول الحجد الشعبي أن تحشعر شيئا نحن عندنا الحجد الشعبي هذه المناطق التي حرناها كلها مناطق حجد الشعبي وهي حجد العشائر وهذه مناطق سنية ليس مناطق شعية يعني للأسف نتحدث بهذه الطريقة بس لك دائما يوجد خطأ عند الناس يعني نحن عندنا كذلك فصائل أيزيجية وعندنا صعبئية وعندنا مسيحية وعندنا شبكية أنه بعض هذه المكاتب الخاصة بالحجد العشائري تستثمر قوتها طبعا تستثمر والسلاح لديها سلاح كبير بإمكانة نسقط محافظة ليس شيء عن الحجي يبقى هذا الموضوع موضوع جدل ما لم يقنن بشكل سريع طبعا نحن عند قانون ولكن هنا التقنية ليس معناة أنه نشرع القانون وخليه على الراف ينبغى أن يكون هناك جهات تنفيذية يتنفذ هذا الموضوع بقوة وصرامة وهنا ينبغي التفصيل الحجد الشعبي ليس كله مقاتلين أنا أعرف الكثير من التجار الذين انتبعون الحجد الشعبي هم تجار داعمين على مستوى الأموال هذا مين يبقى مقاتل بالحجد الشعبي لكنه اسمه موجود هذا خير جاء إلى مكانه هناك الكثير من الخريجين ليس مستوى أن يكون جده ومقاتل لذلك ينبغى أن نفصل الحجد الشعبي ما لم يفعل يذوب داخل منظومة الدولة العراقية والذوباء يكون كالآتي يصنفون الذي هو قابل على أن يبقى هو جندي في عملية القتال العسكري هذا يبقى الآخر الخريجي الذي ينبغي أن تستمع مثلا كفاءاته ومقدراته في وزارات وهيئات أخرى ينبغي أن يروح عند ذلك نحن نقول هل بالإمكان أحدا يقول تفرط في الحجد الشعبي يقول لهم أن نفرط في الحجد الشعبي هذه ذوبان بالمنظومة العسكرية والأمنية العراقية ولكن في الماضي وقيل ذلك حتى في انخلال برنامجنا هذا أنه كيف لا يشكل بعض بهذه القضية ذوبان الحجد الشعبي أو فصائله في المنظومة الأمنية العراقية في حين يقال أنه كان أي فصيل ما يأخذ أوامر إلا من قائد مالتن وقيل لي أيضا أنه ما كانوا ليجتمعوا على طاولة واحدة إلا إذا كان السيد الجنرال قاسم السليماني هو الذي يجمعه فلذلك نقول عفوا أنا أسمع تعليق من أستاذ أرجاني يعني أولا شوف عزيزي بالتالي أسوأ ما يصاب به الوطن هو أن يحتل من داعش حتى لو احتل من أحد أي أحد غير داعش يعني احتل من الأمريكان لكن لا يوجد مقارنة داعش فعل الأفعيل لذلك حين سقطت بغداد أو كادت وحين وصل الدواعش على تقوم بغداد على إبراهيم بن علي سكت لم يتحدث الكثيرون بل الجميع ولم ينطق إلا المقاتلون وأطلقاتهم وذهب يقاتلون الذين ذهبوا يقاتلون بالمناسبة لم تكن حينها الفتوى كانت طلعت للناس ذهب هؤلاء الذين قاتلوا أمريكان وذهب الذين يعتقد بأنهم ينتمون لمدرسة فقهية أخرى خارج الحدود وقدموا الدماء وقدموا الأبناء وقدموا حين كان الآخرون لم يطلقوا إطلاق واحدة وكانوا يلوذون بالفرار هؤلاء الذين فيما بعد تشكل على ضوء وجودهم الحجد الشعبي وهؤلاء الذين فيما بعد جاء الملتحقون فقالت لهم المرجعية يلتحقوا بهؤلاء أصلا ذهب الناس مليون وثلاثمائة ألف متطوع أو ملبي لندان مرجعية لا توجد ساحات أصلا نظامهم لا معسكرات تدريب للدولة كانت قد انهارت فاقترح عليهم أن يلتحقوا بهؤلاء كما أن هؤلاء الذين لا ينتمون إلى مدرسة فقهية كما تفضلت بها ليست للسستاني ليش ما حد قالهم ليش لا ترحون لبيج تحررها لا ترحون للموصل تحررها لا ترحون للفلوجة خب الفلوجة حررت بهم لا لما انتهدأ المدافع يكثر المتفيهقون لا أقول كلمة أسوأ من هذا الحقيقة أن الذين دافعوا عن بغداد عزيزي وحالوا بينها وليقول أحد لي أي أحد بالعالم غير هذا الكلام الذين حالوا دون سقوط بغداد هم هؤلاء الأبطال الذين قالوا نحن بمطوع السيد السستاني وأمر السيد السستاني لكن ليس مشكلتهم أنهم ينتمون المدارس فقهية متعددة وهم الذين حموا بغداد من السقوط ولا ذهبت أعراضنا ونساؤنا نهبا لهؤلاء سقط من الدواج لذلك يجب أن يقال لهم شكرا يقال لهم شكرا الآن لا يقال لهم كلام غير هذا في غير هذا حتى أجيبك على سؤال كنت أنت عفوال عند أخر فوقفه أرجع لك أكملوا هذا المحور ولكن بعد هذا الوقف الأخير مشاهدين وجدد الترحب بكم مشاهدينا وحديثنا مستمر مع ضيوفي الكرام بصدد قضية الحجز الشعبي واستثماره لغايات انتخابية وآخر مستجدات الانتخابات حقيقة وبقوا يأخ سال عبد الأمير العبودي سالتك أنه كيفية كيف يقال أنه ستنصهر فصائل حجز الشعبي في المنظومة العسكرية الأمنية العراقية في حين أنهم حتى في المعارك لم يكن يخضعوا أو يطيعوا أوامر إلا من قادتهم هذا كلام مردود بالمناسبة وأيضا لأشرت لقضية الانتماء الفقهي لبعض الفصائل أنا شخصيا كنت سألت رئيس الوزراء القادة العام القاتل المسلحة وهو قال هذا في التلفزيون قال لم يعصن أحد وجمعي أتمر بأوامرنا بل أن هؤلاء الذين يقاتلون فيمتهون من المعارك يستقبلهم أول من يستقبلهم رئيس الوزراء القادة العام القاتل المسلحة بالمناسبة في يوم الأيام ثمت أمر جدا صعب كان عليهم هؤلاء الذين تقول بأنهم لا يطيعون أوامر رئيس الوزراء أنهم لا يدخلوا إلى تكريت مثلا وكان صعب عليهم أن لا يفعلوا ذلك لأنهم حرروا كل ما حاول تكريت وبقيت فقط هذه المنطقة ولم يدخلوا حينها فعلا لأنهم أطاعوا أمر رئيس الوزراء كانوا يريدون هؤلاء الذين تقول عنهم ذلك أن يدخلوا الفلوجة كانت خططهم أولا أن نذهب إلى خاصرة بغداد نحرر خاصرة بغداد فندهب بعد ذلك إلى الموصل لكن أمروا أمرا من رئيس الوزراء وهم يقولون هذا أمر أمريكي اذهبوا إلى هناك إلى الموصل ثم بعد ذلك تعالوا إلى بعد قريب من الموصل تعالوا بعد ذلك إلى الفلوجة هم يطيعون هذه الأوامر في غير هذا أيضا دعني أقول لك سؤال مهم أنت سألت أي ليس من حق البنت والولد الذي ابن أبوه في مجاهد في الحجد الشعبي لا أحد يقدم له الخدمات لا أحد يدعمه أن يكون له كتلة سياسية قادرة على الدفاع عنه طبعا يا سيدي هذا صحيح هذا صحيح ومثل ما تفضلت في لبنان يوجد الموذج رائع حزب الله الذي قهر الإسرائيليين لم يدخل باسمه المباشر دخل باسم غير مباشر والآن هذا الاسم الغير المباشر يدافع عن هؤلاء الأبطال الذين قهروا الإسرائيليين نحن هل لدينا ضمانة أقول هولي يجبني من يشاء من العالم هل لدينا ضمانة حقيقية أن لا تنكسر المحافظات مرة ثانية وأن لا تأتي داعش على تخون بغداد إذا قيل لي أحدهم والله الجيش العراقي أقول لهم وكان الجيش العراقي يا عزيز نعم كان الجيش العراقي ربما أقوى من الآن وأنا لا أشكك بالجيش العراقي لكن يا عزيز نحن بحاجة إلى انتماء عقائدي خط مقاتل ينتمي العقيدة ويقاتل بصلف ويقوة وبثبات كما هو الحال في الحجد الشعبي الحجد الشعبي أنقذ الأمة موقول لك الآن هناك اعتراض واضح عربي هناك اعتراض أمريكي هناك اعتراض العربي من زمان عزيزي ولا يتوقف الاعتراض العربي لو أشعلت لهم الدنيا شموع مو صابعة موقول لك الآن صار عندك جيش قوي صار عندك قوات مسلحة محترفة طيب الآن أنا سأمتثل لحضرتك وأقول نعم نكتثل بالجيش العراقي روحوا يا حجد الشعبي والآن الموصل مثل ما تفضلت الدكتورة الآن بعض الفصائل الآن المسلحة العشائلية تسقط محافظة ما هو الضامن الذي لا تسقط هذه المحافظة ما هو الجيش العراقي كان موجود خلت أسأل أستاذ نجم ما أعرف سمعت أنه هناك بعض الشخصيات تريد الانسحاب أو تنتظر إشارة من المرجعية بالانسحاب من قائمة الفتح سمعت بهذه الشيء يعني كلام كثير في كربلاء والنجف وحتى في بغداد على خلفية ماذا هذا؟ على خلفية صدام الحجد المتقابية مثلا؟ المجرب لا يجرب على ظهر ما تحدثت فيه المرجعية المجرب لا يجرب وهناك إشارات وبعض الرسائل التي ربما تنطلق عن لسان الكربلاء أو الصافي في الجمعتين أو بعد غد يعني جمع المقبلة أو تليها لأن الناس حقيقة ليس مع من يرفع شعارات مثل ما أشارت الدكتورة ونشرت حتى في لقاءة سابقة كثير حتى من الفصائل بدأت تستغل حتى الأماكن التي خصصت لاجتماع حتى نقاتل داعش ليس لرفع لفتات أو شعارات انتخابية وحتى الوزراء كنا نعول على هذه المفوضية التي تسمى مستقلة أن تحاسب أي مسؤول تنفيذي أن لا يستغل للسيارات والحمايات والأموال والنثريات التي تعطى له كمسؤول تنفيذي وليس كمرشح إذن كيف سينافس المرشح الجديد عندما لا يملك المال ولا يملك المنصب التنفيذي كنا نعول أن تصدر بيانات أو إقوبات لهذه الشخصيات أو على الأقل أن يقدم استقالة لحين انتهى الانتخابات لكن المال سائب لا أحد يحاسبهم ومن يحمل السلاح سواء من الفصائل سواء سنية أو شيعية أو كردية نحن عندما نقول حشد لا يعني ننتقد الفصائل الشيعية والقيادات نعم نحن قاتلنا داعش لكن هل إن من قضى على داعش هو فصيل أو مكون واحد فقط؟ لا أنا أقول لك كان هناك تضافر تحالف الدولي سواء المالي أو تقديم المعلومة الاستخباراتية أو قطاعات جهاز مكافحة الإرهاب أو المخابرات أو الأجهزة كلها صارت تضافر تلاحم لأن العراق فعلاً والعاصم بغداد تتعرض إلى خطر تنظيم داعش لكن هذا لا يعني نحن اليوم كلما لكن ليس هناك مسعى لتجيير هذا الهزيمة داعش سياسياً لجهة واحدة وكأنه الباقي لم يضحوا ولم يقدموا شيئاً كبيراً في المعارض هو هذا التخوف في حين أنه نعرف ما الذي قدمته الشرطة التحادية مثلاً هذا التخوف لشوى المواطن لشوى الموظف إيران التحالف أيضاً للي قتل العديد من القادر يقول قائمة النصر ونحن حقق للنصر وبالتالي يقول ذلك علانية ويفتخرون بتحقيق النصر هذا المسألة ليش؟ من خافية يعني شرط التحادية الأسطنية جزء من الحكومة العراقية ليش تجييرها لجهة أو لحيوة؟ لا 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 أحد ولكن الناس بمناسبة حتى رئيس المحزاتها رئيس الوزراء يلام على هذا الموضوع يلام على هذا الموضوع لماذا يجير هذا الصالح؟ هذا كلام يوجه نحن نقول أن الذين يقال لهم أن الذي حرار الأرض يفتخر يذهب التذكير إلى الحجد الشعبي ليس أعطباطاً هذا اللي أنهم يؤمنون خلال نسمع تعليق من أن الذي حرر الأرض في العلم والحجد الشعبي وانت أيضاً تصم القانون الدولي لا تشاهدون هذا الموقف المتحفظ عربياً علناً وكأن وجود الحشد هو أضرار بالأمن العام في الدولة وكأنه هو سبب الفوضى الموقف أيضاً الدولي والتحالف أيضاً غير موغير لا يستسيخ هذا الموضوع حتى بعض الجهات تطالب من أنه خشية من النفوذ الإيراني ولكون بعض الفصائل المنتمية فقهياً إلى ولاية الفقه يقولون أن هذا الضامن الذي سيقوم بها بعد يعني جيبونا القوات الأمريكية وقواعد وخلصونا نعم سأتي سامعة هذا الكلام يقيناً أولاً المواقف الدولية والعربية بالذات أولاً الموقف العربي هو موقف دائماً لا يبشر بخير باتجاه العراق حتى في زمن صدام يعني سلا يعتقد المواطن الذي يكون تقريباً أنه رئيس الوزراء يعني من مكون شيعفة لذلكهم دعني أذكر المواطن العراقي أنه حتى في زمن صدام يعني المواقف العربية كانت من أكثر المواقف تشدداً على العراق منذ عام 1990 إلى سقوط النظام نعم كانت أكثر تشدداً مانعة أصلاً لا دخول ولا اعتراف بالجواز العراقي ولا دخول مواطن العراقي ولا دخول بضاع وكانت أشد وطأ ما حتى فتحنا الحدود إحنا لولا لولا أن فتحت إيران في زمن الحصار الاقتصادي ونحن لما زلنا كنا توا نحن منتهيين من الحرب معها لثمان سنوات فتحت لنا أسواقها هذا الذي دعم الاقتصاد العراقي آنذاك في تلك المرحلة الصعبة فلذلك أنه التخوف العربي هو تخوف يعني مبني على عقد مذهبية وهذا العقد المذهبية طبعاً دفعتنا ثمن غالي هي دماء عراقية منذ عام 2003 إلى حتى هذه اللحظة وعدم اعتراف الجانب العربي بمشروع السياسي العراق الجديد بدمائه الجديدة كلفنا دماء غالية وكلفنا استنزاف الموارد المالية والبشرية وكلفنا كذلك أنه تهديم لأركان الدولة العراقية من خلال الجماعات الإرهابية لدعمها من خلال أموال اللي يزخوها على كل مستويات هذا واحد فلذلك التعويل على الجانب العربي هذا غير مهم ولكن هل من المنطقة أنه الدولة العراقية بهذا الوضع الضعيف بهذا عدم المقدرة على مسكل أمور خاصة الأمنية والعسكرية بصورة صارمة إلى هذه اللحظة هل إنه نقول نحن لا علاقة لنا في التعامل الدولي ولا علاقة لنا في الجانب الأمريكي ولا التركي ولا الإيراني ولا الخليجي هذا كلام أعتقد أنه طوبابي وغير طبيعي يعني غير عقلائي باعتبار أنه من الواجب علينا أن نفكر جديا كيف لنا أن نحمي الجبهة الداخل العراقية ولا يمكن لي أن أحمي هذه الجبهة ما لم أحصنها على الأقل بصورة الخارجية ما ممكن أنت لا تستطيع أنه وأن تبني شيء ما ما لم يكن لك التحليفات الدولية عندك عندك أيضا تحفظ داخلي ربما قد لا يجرؤون على أن يرفعوا عقيرتهم بإعلانه بشكل مستفز ولكن هناك خوف خوف من سلاح الحجد خوف من انفلات السلاح أو سلاح المنفلت بالشارع هذا مو فقط خوف نحن نصرح عنه كما صرحت عن المرجعية مرجعية مخيفة أن هناك الكثير من المناطق التي عشائرية بالذات أنه لم يكن هناك سيطرة لحد هذه اللحظة ليست أن هناك سيطرة أمنية واضحة للدولة العراقية عليها لذلك ما هو الحل؟ الحل نحن لدينا جهة شعبية شعبية تطوعت ابتداء بلا مقابلة على أنها تدافع عن الشأن العراقي هذا الشأن سأخذ بعيني الاعتبار من يقوي هذا الجانب؟ الداخل العراقي هنا ليس خارج العراقي ولكن كيف لي أن يقوي هذا الشأن دون أن يشكل خطوط تحفيزية أو على الأقل اعتراضية لدى الجانب الدولي سواء كان دول الجوار دول أقليمية أو دول عالمية عندما ليس هناك حلا إلا بتدويب الحجد الشعبي أنا شو اللي يهمني؟ أنا يهمني دول الأبطال يبقون أبطال ويقدرون يدافعون عني لكن يبقون باسم الحجد لو باسم القوات العراقية أنا ما يهمني يكون داخل القوات العراقية أسمي شرطي أسمي حجدي ما يعني عندي أسمي ووظف وزارة المالية قوي لو أسمي شيء آخر فلذلك تدويب الحجد الشعبي وأبناء في الداخل العراقي هو الضمان الحقيقي بوجود كفاءات أصيلة داخل مجتمع العراقي ولا يشكل استفزاناً مشاريع الدولية شكراً لكم دكتور عبد الأمير العبودي وزميلة سيد نجيم القصار بالمحل السياسي والإعلامي والشكر لكم دائماً المشاهدين على حسن المتابعة رسلونا على البريد الألكتروني الظاهر أسفل الشاشة إلى اللقاء الظاهر أسفل الشاشة ترجمة نانسي قنقر